بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم في هذه الآية الله تبارك وتعالى يذكر النعمة الثانية التي أنعمها على بني إسرائيل النعمة الأولى نعمة التفضيل والقيادة التي مرت في الآيات السابقة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أما النعمة الثانية فهي نعمة الحرية والنجاة من عذاب فرعون اللي هذه النعمة أهم من النعم الأخرى وإذ نجيناكم من آل فرعون يا بني إسرائيل اذكروا هذه النعمة التي منحناها لكم اذكروا ذلك الزمان الذي نجيناكم من آل فرعون هنا قد يرد سؤال وهو أن النجاة كان لأسلاف بني إسرائيل فلماذا نسب إلى كلهم الله ذي خاطب ذول بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وآله والنجاة لأجدادهم فلماذا ينسب النجاة إلى كلهم الجواب على ذلك تصح نسبة الشيء المرتبط ببعض الأمة إلى كل الأمة إذ أنهم جميعا يجتمعون في المبادئ والأهداف ويجمعهم العطف والهدى والانتصار مثلا نقول بني تميم هم الذين قتلوا فلان والحال كلهم ما قتلوا بعضهم قام بهذا القتل ولكن تصح النسبة إلى الجميع أو نقول مثلا عشيرة فلان شجعان والحال كلهم خمو شجعان جماعة منهم شجعان ولكن مع ذلك تصح النسبة لذا الله تبارك وتعالى يقول نجيناكم مع أن النجاة كان بالنسبة إلى بعضهم السؤال الثاني من هم آل فرعون الجواب يعني الجماعة المحيطة به من قومه وخواصه حتى وإن لم تكن هناك قرابة بينهم آل الرجل يعني قومه وخواصه مثل ما نقول آل الله بالنسبة إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإذ نجيناكم من آل فرعون ماذا كان يفعل آل فرعون ببني إسرائيل كانوا يسومونكم سوء العذاب يعني يظلمونكم بعذاب سيء شديد سام يسوم عذابا يعني ألقاه في هذا العذاب شنو كان هذا العذاب السيء الشديد يفسره بقوله تعالى يذبحون أبناءكم يعني يكثرون من الذبح بالنسبة إلى الأبناء ويستحيون نساءكم يعني يتركوهم أحياء فرعون اللي ملك القبط كان حينما علم من الكهان أنه راح يولد في بني إسرائيل اللي هم طائفة خاصة من آله عقوب عليه السلام يولد مولود زواله ملك فرعون بيد هذا المولود لما عرف هذا الأمر أمر بذبح الأولاد وإبقاء النساء ذبح الأولاد حتى لا يولد موسى إبقاء النساء كان للخدمة والاسترقاق والاستمتاع وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يعني هذا كان امتحان عظيم من الله تبارك وتعالى لكم شنو معنى ذلكم؟ ذلكم مركب من كلمتين الكلمة الأولى ذا حرف الإشارة الكلمة الثانية كم هذا للخطاب إذا طرف خطابنا واحد نقول ذلك إذا طرف خطابنا ثمين نقول ذلكما إذا طرف خطابنا جماعة نقول ذلكم وفي ذلكم هذا اسم إشارة إلى العذاب السيئ وطرف الإشارة المخاطب بهذه الإشارة بنوا إسرائيل وهم جماعة وفي ذلكم يعني في هذا العذاب السيئ الذي أنتم وقعتم فيه بلاء من ربكم عظيم يعني امتحان من الله تبارك وتعالى وهو امتحان عظيم لصعوبة تحمله سؤال لماذا نسب هذا البلاء إلى الله تبارك وتعالى؟ بلاء من ربكم الجواب النسبة إلى الله تبارك وتعالى لأنه لم يحل بين فرعون وبين هذا العمل الله تبارك وتعالى قادر أن يحل بين فرعون وبين هذا العمل بالقدرة التكوينية ولكن لم يحل بينه وبين عمله فحينما ننسب فعلا من الأفعال إلى الله تبارك وتعالى هذا ليس بمعنى مباشرته للعمل جبرا وإنما بمعنى أنه كان يمكنه أن يمنع تكوينا فلم يمنعه وعدم الحيلول من قبل الله تبارك وتعالى إما لأجل الامتحان والاختبار وإما لأنهم كانوا يخالفون أوامر الله تبارك وتعالى المنزل على الأنبياء السابقين فاستحقوا هذا البلاء هذا مثل ما نقول هذا الأب أفسد ابنه ليش أفسد ابنه؟ لأنه لم يحل بينه وبين عمله الفاسد وإذ نجيناكم من آل فرعون كيف نجاهم؟ كان النجاة بإهلاك فرعون وقومه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين